تزايد في نسب الانتحار في الأردن بشكل ملحوظ في الآوينة الأخيرة حيث لا يكاد أن يمر الأسبوع إلا ونسمع خبرا عن انتحار شخص ما هذا الازدياد أصبح يستدعي الوقوف على هذه المشكلة وعلى أسبابها والبحث عن كيفية الحد منها قبل أن تتحول إلى ظاهرة يصعب إيقافها فكثير من المواطنين أكدوا للحقيقة الدولية أن حالات الانتحار تكمن أسبابها الأوضاع الاقتصادية التي يمر فيها الشباب وهي الفئة الأكثر عرضة لهذه الحالات من الانتحار الغفر والجوع وقلت الحيني شو لكم يصبح هذا السبب يعني دقون شو رأيك أنت السبب رأيك قلت فرص العمالي قلت شو اسمه اللهم صلى الله عليه وسلم محمد أنه يا أخي المجتمع كله نحل يعني الفقر والجوع بيعمل أكثر منيك وبيعمل انتحار وبيعمل مشاكل وبيعمل جرائم قتل وكل هذه الشغلات هي بالأول شي البطالة زي ما حكا ثاني شغل الجهل يعني فيش مثلا تعليم أو فيش ثقافة عند الشباب مش عايش عندنا في البلد ومش شايف شو البلد شو شو أسباب الانتحار صارت أسهل طريقة للإنسان يرتاح بالانتحار هي طريقة حرام هو بده يدخل النار بس بالأول وبالآخر الحياة اللي إحنا عايشينها بتأدي للانتحار اللي إحنا فيه ضرائب مش عارف شو كل يوم بزيت لك شغلة كل يوم برتبع لك شغلة مش عارفين الحكومة شو ترفع فالناس صارت ترتاح بعملية الانتحار أسهل شغلة اللي عنده غلاد واللي عنده ديار واللي عنده أجار بيت منهم ديجيب عمرك حوالتك تفكر تنتحر؟ مرتين أي وحد فينا كانت حوالتها مرتين اقتصادي ما السبب؟ السبب ما فيه لا شغل أو بطالة وهايه وفقر ما فيه ما فيه ولا سبعة أنا مبارح صارت حار ما إذا صارت ما ما فيه لا سبب الاقتصاد لا أبدا أسباب نمسية بتكون مش شرط يكون اقتصادي وإنما هو عبارة عن تشوه في التفكير الإنسان خلل في تفكيره سبب من الأسباب أكيد نعم سبب من الأسباب ما هو بترجع للعوامل النفسية عوامل اقتصادية عوامل اجتماعية ومن العوامل اقتصادية سبب من الأسباب تعدين الانتحار والله البطالة بشكل عام يعني العاطلين عن العمل شايف ويعني ما فيهش وظيفة والتعليم كمان له دور ثقافة المجتمع والله أكيد هو الانتحار يعد سبب من يعني الوضع الاقتصادي سبب من أسباب الانتحار هلأ يعني كثيرا بنسمع على خصوصا برامج البرامج المباشرة هاي صباحا فيه ناس كثيرا بتتصل تشكي بأنه أنا والله بدي أرمي ابني من الشباك لأنه ما عايش أشتري له دواء بدي أنتحر لأنه مش عارف شو أسوي بديوني بدي ففي ناس وقلة الدين أحيانا قلة الوازع الديني بتبعث الناس على الانتحار بتبعث الناس على أنه بدي يخلص حياته عشان يخلص من من همومه من ديونه من مشاكله من فهو الوضع الاقتصادي بالنسبة لي أنا يعني سبب مهم جدا للانتحار أكيد أنا أتفق معه بس كمان في موضوع التوعوي يعني ممكن مجتمعنا شوي لازم يكون فيه توعية أن الظروف يعني شو ما ساءت الظروف أنت مش هدف أو مش غاية أنك تكون منتحر يعني عرفت كي لأنه مش رح تنتهي مشاكلك وراح بالعكس تبتدي مشاكل غيرك يعني عرفت كي وفي ظل ضعف التوعية الدينية وضعف التكامل الاجتماعي والظروف الاجتماعية والأسرية السيئة والإحباطات الحياتية العامة تكمن أسباب الانتحار والتي يجب معالجتها